دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله منها وزارة الصحة هتطلق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات المايكروبات كمان النهاردة في مؤتمر صحفي لإعلان عن المؤصفات الفنية لورقة الأسئلة الخاصة بامتحانات شهدت الثانوية كمان في أربع مباريات قوية في إطار الجولة التانية لدور المجموعات بكاسة العالم بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار هيطلق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات المايكروبات ونصحت وزارة الصحة بعدم الإفراد في استخدام المضادات الحيوية وضرورة استشارة الطبيب النهاردة هيكون فيه مؤتمر صحفي للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات السنوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 وخطة وزارة التعليم في المرحلة المقبلة كمان النهاردة وزارة الإسكان هتفتتح فعليات المؤتمر السنوي الثمانية وثلاثين للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان AUHF بعنوان مستقبل حضري أخضر للإسكان مايسور التكلفة والدورة الحالية للمؤتمر بينظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان النهاردة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هيعقد ورشة عمل بعنوان الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة وهينائش مدى التفاعل الجماهيري مع فتاوى تنظيم الأسرة اللي بتبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة علاقة هذه الفتاوى بمعرفة الجمهور ووعيه بالقضية لعشاء كأس العالم النهاردة موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة التانية لدول المجموعات للمجموعاتين السبعة والتمنة من كأس العالم هيلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب سربيا الساعة 12 الظهر ومنتخب غانا مع منتخب كوريا الجنوبية الساعة 3 وكمان هيلتقي منتخب البرازيل مع منتخب سويسرا الساعة 6 أما البرتغال فهتلاعب أورجوي الساعة 9 بالليل اشتركوا في القناة